اشتركوا في القناة تسمى لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي وتشكل برئاسة الرئيس التنفيذي لهئة المعلومات والحكومة الالكترونية وعضوية ممثلين من الجهات الاتية ممثلا عن ادارة الترخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بهئة المعلومات والحكومة الالكترونية ممثلا عن ادارة الاتصالات وزارة المواصلات والاتصالات ممثلا عن شؤون الموانئ والملاحة البحرية وزارة المواصلات والاتصالات ممثلا عن شؤون الطيران المدني وزارة المواصلات والاتصالات ممثلا عن هيئة تنظيم الاتصالات وممثلا عن جهاز الأمن الوطني وممثلا عن قوة دفاع البحرين وممثلا عن وزارة الداخلية وممثلا عن الحرس الوطني وممثلا عن وزارة شؤون الإعلام وممثلا عن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وجاء في المادة الثانية أنه يضاف إلى المادة الثالثة من القرار الرقم خمسين لسنة الفين وخمسة عشر بانشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي بند جديد برقم سبعة نصه الاتي المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والعالمية المعنية بالطيف الترددي وذلك بعد التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية في ذلك